السلام القدسي لكم وعليكم أحبائي وأعزائي في هذه الحلقة الجديدة من الموقف اليوم واضح أمامنا أن الإسرائيلي في جبهة غزة مزيد من التراجع، مزيد من الفشل العجز عن تحقيق أي هدف، الخسائر تتراكم، هلأ بنحكي عنها شوي على جبهة العراق الأمريكي لا يملك رؤية لسيناريو معين يتعامل من خلاله مع تصاعد الضربات التي تستهدف قواعده، كذلك على جبهة اليمن وكل وحدة سنحكي عنها شيء، لكن بشكل أساسي الارتباك الأمريكي الإسرائيلي هو على جبهة لبنان والمؤشر الذي قد يراه البعض علامة على تصعيد إسرائيلي هو في عمقه تعبير عن حجم الألم وحجم الخسائر التي تلحق به ورح نحكي عنها شوي رح بلش بجبهة فلسطين، الجديد في جبهة فلسطين وخصوصا جبهة غزة لأنه في شق إلو علاءة بجبهة الضفة لابد من التوقف أمامه في جبهة غزة نحن أمام تطور هام في الحقيقة يفسر الأرقام الإسرائيلية الأخيرة التي نلحظ فيها زيادة في عدد القتلى وزيادة في عدد الجرحة مثلا أمس تسعة وقبل اثنين يعني 11 قتيل اعترف بهم الإسرائيلي والطريقة التي قتلوا فيها ذات مغزى أيضا أنه تفجير أصاب شاحنة وتفجير آخر لمبنى هذا يدل على أنه كفاءة الجيش نزلت كثيرا لأنه لما بتزيد الخسائر بذات الظروف والشروط المقاملة وصلها سلاح نوعي ولا زادت عديدا وبعدها هي ذاتها التي كانت تقاتل منذ الأيام الأولى لكن كفاءة الجيش الإسرائيلي هبطت ليش هبطت كفاءة الجيش الإسرائيلي؟ في عامل إنه علاءة بالقوى المقاتلة الأصلية الإنهاك أنه صار لها ثلاث تشهر عم بتقاتل بدون راحة بدون مناوبة بدون تبديل بدون سحب إلى الخلف وعندما تسحب إلى الخلف أو تبلغ بها الإصابات مرتبة تجعلها عاجزة عن القتال يتم تعويض النقص بقوات من ألويات الاحتياط وألويات الاحتياط مستوى أدنى من الكفاءة بالقياس لألويات النخبة والقوى النظامية فإذا كانت القوى النخبة تراجعت كفاءتها بسبب التعب والإنهاك القوى القادمة كفاءتها بالأصل متدنية وبالتالي نحن أمام تراجع في الكفاءة معه في رأم مهم صار فينا نحكي عنه نحن من البداية عم نقول أن الأرقام التي يعلنها جيش الاحتلال كذب لا علاقة لها بواقع الخسائر هلأ صار عندنا رقمين طالعين عن الجيش الإسرائيلي رقم الأول يقول أن هناك ثلاثة ألاف جندي أصيبوا بإعاقات جسدية دائمة تحول دون عودتهم إلى الميدان وأن التقديرات إذا استمرت الحرب لشهرين إضافيين أن عدد المعاقين الذين سيكون من الصعب عودتهم إلى القتال وإلى بنية الجيش 12500 معاق هذا رقم مهم كثير 3000 الآن والتوقع ب12500 على مستوى تاني من الأرقام أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في 9000 جندي وضابط من بين رقم لا نعلمه من الذين طلبوا المعاينة النفسية يعني قالوا أنهن بوضع يحتاج إلى دعم نفسي وعندهم أزمات نفسية أو لاحظت عليهم قيادتهم عدم اتزان واضطرابات عصبية بالحالتين لإبلة العيادات النفسية تستقبلهم واستقبلتهم وأخضعتهم لبرامج متابعة ومعاينة وعلاج هنه 9000 ومن التسعة ألاف الربع تقريبا يعني بين الـ 2500 و 3000 لا يمكن أن يعودوا إلى الخدمة طيب صار عندنا رقم بين 5000 و 6000 برات الخدمة من المصابين عادة لما عم نحكي عن عدد المعاقين بإعاقات دائمة والمصابين بالصدمات نفسية يعني صار عندهم حالات صرع وهستيريا وكوابيس وبالتالي ما فيك تسلمه نسلاح إذا ممكن يفيق من النوم ويقوص رفقاته مثل ما صار مع واحد من العساكر لذلك عندما يخرج هذا العدد من هذه الأنواع من الإصابات فهو تقديريا بشكل بين يعني ربع وخمس إجمالي عدد المصابين يعني عدد المصابين الإجمالي هو بين 20 ألف و 30 ألف إذا كان عدد المصابين بين 20 ألف و 30 ألف من أصل قوة أصلية كانت في غزة قوامها 50 ألف أضاف إليها جيش الاحتلال 10 ألف من الاحتياط 60 ألف فعندما يكون عدد الذين أصيبوا هو بين 20 ألف و 30 ألف هذا يعني أن الجيش دخل المرحلة التي يصعب فيها معها أن يبقى في القتال لأنه حكينا بحلقات سابقة أنه الحد المأبول هو تحت 30% بس يصير على 35% يعني العدد اللي بتخسر أو أي وحدة عسكرية بشرياً بيطلع منها خلص بال35% ما عاش فيها تآتن صارت اسمها اللحظة الحريجة ومن 35 إلى 40 إما انتحار أو انهيار دخل الجيش الإسرائيلي مرحلة انتحار أو انهيار والإصرار على القتال فيه وهذا اللي بيفسر على كل حال الحديث عن الانسحاب إلى خارج غزة أو الانسحاب إلى أطراف غزة ونظريات حزام أمني وكذا كلها مخارج إعلامية لتبرير سحب القوات من القتال لأنها لم تعد مؤهلة أن تقاتل طيب إذا هذا هو الوضع في غزة في الضفة صحيح أنه الاعتقالات هائلة في 6000 معتقل منذ طوفان الأقصى معها في مداهمات يومية وقتل مجاني بدون أسباب بدون اشتباك من باب الإطمئنان أنه هذا لن يشكل خطرا فإذا كان احتمال 50% أن يشكل خطرا قتله أفضل الاقتحامات البيوت كل العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال هي تعبير في الحقيقة عن أن الضفة في حالة صعود في حالة مهود وعلى كل حال برائب العمليات اللي عم بتصير من المقامة بما فيها عمليات الدهس بما فيها إطلاق النار بما فيها الطعن نحن أمام تصاعد ذو قيمة في مناطق مثل جنين مثلا صار يتجنب العدو الدخول إليها وبالتالي في حالة تصاعدية في الضفة تقترب من أن تمثل حالة الانتفاضة المسلحة التي لا أعتقد أنها بعيدة جدا يعني إذا بقيت الحرب شهرين مثل ما بيقدر نتنياهو كحد أدنى هو مصمم أنه شهرين بعدنا بالقتال بيوقف بعد منهم أو بيكمل بعده يعني عم ياخدوا يعطي لكن هذين الشهرين سيتكفلان بانقلاب الوضع في الضفة بذهابه إلى المواجهة المسلحة الأوسع مدى مع المستوطنات ومع الجيش وتبدأ تنشأ مناطق مغلقة لا يستطيع جيش الاحتلال ومخابراته الدخول إليها جنين نابلس طول كرم وعديد من البلدات والمدن هذا وضع يعني خطر جدا وجيش الاحتلال لا يملك عليه جواب وهو العنوان عم نحكي عم نحكي عن الضفة الغربية اللي هي الرئة التي تتنفس منها إسرائيل في أرض 48 داخل الحزام الأخضر إذا الضفة مشتعلة يعني خلاص نهز كل الوضع الأمني الاستراتيجي في كيان الاحتلال نجي إلى جبهة العراق في جبهة العراق قرار المقاومة يترجم كل يوم خمس إلى سبع إلى عشر عمليات تستهدف القواعد الأمريكية وبإطلاقات للمسيرات وللصواريخ بطريقة تهدف إلى قتل إلى قتل جنود وقتل ضباط والمعلومات التي تتحدث عنها المقاومة العراقية تقول أنها تحقق أهدافها وأنها ترى بأم العين قتلة وجرحة واشتعال المواقع الأمريكي حتى الآن لا يعترف لكن هو لا يستطيع أن يبقى وقتا طويلا وهو ينكر لأن هذا أمر له علاقة بوضعه الداخلي وسيكلفه غاليا عندما تبدأ التوابيت بالظهور داخل ولاية المتحدة الأمريكية لكن هذا عامل يضغط على الأمريكي بالوقت لأنه طالما هو ما مقرر أنه بيقدر يعمل حرب فالأفضل له أن يتخلص من هذا العامل الضاغط ومثله عامل اليمن برامل الأمريكي مع السعودية ومصر ما مشي الحال يعني أن يدخلوا في التحالف وهذا موقف يسجل على كل حال للسعودية ومصر صحيح أنه ما قطعت مصر العلاقات صحيح أنه ما فتحت معبر رفع من طرف واحد صحيح أنه السعودية ما لوحت بإغلاق السفارة الأمريكية أو المطالبة بمغادرة سفيرية لكن صحيح أيضا أنه هذه المواقف برفض تلبية طلب الأمريكي بالانضمام إلى الحلف البحري ضد أنصار الله هو موقف جيد وهذا الموقف الجيد تبعته أيضا مواقف جيدة من دول أقل قدرة بكثير من السعودية ومصر جيبوتي والصومال جيبوتي عند قاعدة فرنسية أبلغت الفرنسيين أنها لن تسمح باستخدامها في أي عمل يستهدف أنصار الله واليمن لأن ما يقوم به هو عمل محق وهو النصرى لأخ مظلوم وهو فلسطين كذلك الأمر بالنسبة للصومال لعند ميناء ما أجريته لأثيوبيا حاولت أثيوبيا أن تفكر باستخدامه لصالح التعاون مع أمريكا وتقبض حقه بنهاية المطاف كان موقف الصومال إبلاغ أثيوبيا بأن العقد ملغى وليس بمستطاعها أن تستعمل هذا الميناء فإذن نحن قدام حالة تتخذ اتجاها تصاعديا الفشل الأمريكي يكبر والأمريكي عامل الوقت ضده هنا أيضا الإسرائيلي عامل الوقت ضده بملفين كبار ملف الأسرى في غزة وملف مستوطني الشمال العاجزين عن العودة إلى مستوطناتهم بقلب هذا المشهد حزب الله القوة الضاربة في المقاومة ومحور المقاومة واضح أنه تمكن خلال هذه الأيام القليلة من إلحاق الأذى بموقعين شديدي الأهمية موقع ميرون اللي ينهار السبت صباحا تم استهدافه اللي هو بات باعتراف الاحتلال الآن هو أهم مرفق للسيطرة والاستعلام على مستوى المنطقة وهو الذي يدير المسيرات سواء الآتية بالمعلومات أو الذاهبة للتنفيذ وهذا المعسكر هو واحد من ركائز أي حرب تخوضها إسرائيل واللي شاغل بال الإسرائيليين مش بس كيف تم استهدافه والطريقة الذكية في استهدافه بتشديد القبة الحديدية نحو المستوطنات بست سبع صواريخ ومن ثم رمي 62 صالوخ دفع واحدة نحو جبل ميرون اللي شاغل بال إسرائيل هو حجم الخسائر وهو كيف تمكن حزب الله من معرفة ماذا يجري في هذه القاعدة وهو أمر لا يعرفه حتى ضباط كبار في جيش الاحتلال بسبب التمويه وبسبب الطابع الأمني لمهمة هذه القاعدة الأكيد الآن أن هذه القاعدة أصيبت إصابات بالغة من أين نعلم؟ من ردة الفعل الإسرائيلي اغتيال الشهيد وسام الطويل واليوم عدد من الكوادر المقاتلين وبعضهم قادة في البنية العسكرية للمقاومة هو محاولة للقول للرأي العام الداخلي وللمؤسسة العسكرية التي تعرف حجم الأثار الناجمة عن عملية ميرون بأن إسرائيل سوف لن تترك الأمر وسوف ترد ومن خلال الرد واضح أن المقاومة عادت إلى الرد فكان مقر قيادة القوات في الشمال في صفض وطبعا عندما تعلن المقاومة أن الإصابات كانت محققة فإن الإصابات بالنسبة لنا هي محققة وبالتالي الإسرائيلي رهان على أن يذهب بهذا الخط النتيجة تقول أن النار تنتقل إلى الداخل وسوف تنتقل أكثر في الحقيقة حزب الله يستطيع دون أن يذهب إلى الحرب الشاملة المعيارة هو وإطلاق الصواريخ البعيدة المدى وإسقاط أبنية على الأرض وقتل مئات وضرب الملف النموي الإسرائيلي كل هذا ممكن وتقدر عليه المقاومة لكن ليس هذا هو المؤشر الوحيد على المأزق الذي يعيشه الكيان الكيان لا بالضرورة تنزل القذائف على غوشدان ولا بالضرورة أن عمقه يكون تحت النيران يكفي أن يشعر بأن الخسائر العسكرية غير القابلة للتعويض والتي هي أهم بالحقيقة من الخسائر المعنوية باستهداف يعني غوشدان أو تل أبيب أو سواها لأن هاي ما تفعلتها فأنت تذهب إلى طريق لا رجعة بينما ما يفعل الآن هو أنه كما شطب جهاز الاستعلام والتصوير والتنصط على الخط الحدودي الآن تشطب البنى والهياكل التي تشكل العمود الفقري لأي حرب قد يشنها الاحتلال أو تشن عليه هاي غرف العمليات غرفة صفض هي التي تقود كل القوات الموجودة شمال فلسطين وموقع ميرون هو الذي يقود كل الحرب الإلكترونية والرقابة والتنصط والتجسس وإرسال الطائرات المسيرة والتحكم بأهدافها وتسجيل ما تأتي به محملة من معلومات هذا العملين الكبيرين الذين قامت بهما المقاومة طبعا نحن خسرنا شهداء لكن بمفهوم الحرب ومفهوم تجربة المقاومة مع الحرب أن المقاومة عندما تقدم شهداءها على رأس مقاتليها فهي تزداد صلابة تزداد مصداقية عندما يسقط منها شهداء قادة إلى جانب الشهداء المقاومين المجاهدين فهذه شهادة لرفعة المقاومة ولصدقيتها ولأخلاقياتها وهذا يمنح المقاومة وزنا إضافيا في هذه المواجهة ألا لوين رايحين واضح أنه نحن إلى تصعيد من تصعيد إلى تصعيد كل يوم عنا جديد تحت عنوان المواجهة جديد من الجانب الإسرائيلي الذي لا يستطيع ترك الأمور للمقاومة وهو يعرف سلفا أنه خاسر لكنه قادر على التحكم بتحديد خسارته وبالتالي هو يذهب لينشئ توازن سلبي أنتم تضربون قواعدنا نحن نضرب كوادركم وهذا هو إلو سقف فيه بس المقاومة ما إلو سقف وهذا سقف فيه قد يحول دون أن ينجح غدا وبعد غد لكن المقاومة مستمرة وماضية وتحقق النجاحات شو المخرج الذي يملكه الإسرائيلي والأمريكي أمام مجموعة معادلات على مستوى المنطقة كلها خاسرة وكلها عامل الوقت فيها يلعب ضد الأمريكي والإسرائيلي باعتقادي أن المخرج الوحيد ليس الذهاب إلى الحرب الشاملة لأنهم يعلمون شو بتكم بالحكي يعلمون أن الذهاب إلى الحرب الشاملة يعني نهاية إسرائيل الحرب الشاملة بما هي إشعال كل الجبهات الحرب الشاملة بما هي استدراج كل القوى المحيطة بفلسطين والمسلحة والمتخمة بالسلاح بأن تستخدم سلاحها في معركة كبرى لذلك سيتفادى الذهاب إلى المعركة الكبرى وتفادي الذهاب إلى المعركة الكبرى يجعل أن المقامة شيئا فشيئا ستبدو أن هي المهيمنة على الميدان وأن هي صاحبة الكلمة الفصل في الميدان لذلك يبقى شيء واحد يستطيع الأمريكي أن يفعله وهذا أنا برأيي جوهر زيارة بلينكين أنه جونته العربية ما أخذ ولا فائدة من ضعف معين يمكن أن يستند إليه تحت شعار تعالوا نتوحد ونقيم حلفا في مواجهة أنصار الله في البحر ومن ثم هذا الحلف نأخذكم فيه إلى التفاوض مع إسرائيل للحصول على الضفة الغربية أو على دولة دويلة في قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية لكن الآن الأمريكي ماذا يملك الأمريكي ما هي الخطة التي يستطيع أن يسير عليها الخطة الحربية بلغت مداها وعائداتها العكسية أكبر من الرهانات التي عقدت عليها لتحقيق الانتصار لذلك أنا أعتقد أن الأمريكي الآن في دائرة التفكير بصوت عالي هل يمكن لإزاحة نتنياهو أن تشكل سببا كافيا لوقف الحرب بالنسبة لمن هم في الداخل داخل الكيان وبالنسبة لمن هم على الحدود وخصوصا المقاومة في لبنان أعتقد أنه يدرس هذا الخيار وكل يوم عم نشوف نتنياهو بعزلة أكثر عم نشوفه بقلب الكابينت عم نشوفه لما عم بيصرح عم نشوفه لما عم يحكي مع أهالي المفقودين واضح أن الكيان إلى تراجع وأن الكيان من عجز إلى عجز المقاومة لا تريد أن تذهب إلى الأبعد مدى لكنها مصممة أن ترد صاع صعين مثل هذا التدحرج يجعل فرضية الحرب الكبرى فرضية واردة ويجعلها احتمالا يتعادل مع خيار إمكانية إطاحة نتنياهو حرب كبرى أم إطاحة نتنياهو أنا أرجح إطاحة نتنياهو لأن الأمريكي حاضر والأمريكي يعرف معنى الحرب الكبرى ويعرف معنى تداعياتها ويعرف أنه لا جيشه ولا الجيش الإسرائيلي قادران على خوض غمار الحرب الكبرى رغم كثرة التهديد والوعيد والتطبيل والتزمير لأن الحساب في الحرب الكبرى للمشات للبشر والمشات والبشر الجاهزون لإحداث نقلة نوعية موجودون على ضفتنا في قلب بنيتنا وبالتالي هذا بالنسبة للإسرائيلي والأمريكي تغيير الحدود هو الذي يشغل باله الذهاب إلى تقاصف متبادل يمكن أن يكون مؤلما لكنه ليس تغييرا في الحدود التغيير في الحدود أعتقد نحن ندخل في ساعاته إن لم تكن على توقيت المقاومة وحساباتها بقد نكون في مرحلة قريبة وقد انقلبت معادلة البحر الأحمر واقع الحال أن الأمريكي سيذهب إلى خطة يمكن أن يمسكها بين يديه وهذه الخطة لا تقوم على موقع ودور لليمن يعني تقوم على استبعاد اليمن كساحة الاكتفاء بالتجسير الإعلامي مع أنصار الله لتقديم الاعتذارات بالواسطة دائما بأن أمريكا نادمة على موقفها تجاه اليمن يبقى جبهة لبنان بجبهة لبنان عم يحكوا على السبعة عشر سفر واحد وعم يحكوا المزارع شبعة وعم يحكوا غيرها في الحقيقة يعني مبارح بيحكي هوكشتاين اللي عمين قال هو اللي يحامل الموضوع أنه حامل كل قضايا خط النزاع ما عدا مزارع شبعة فإذا بقيت مزارع شبعة ما تغير شيء يعني لا يستطيع أحد أن يقول للمقاومة أن السلاح مرتبط بأراضي يتم الانسحاب لتكون جسما دفاعيا إلى جانب الجيش اللبناني وإلى جانب الشعب في جنوب لبنان ويعني أحر من القلب على الجمر بالنسبة لقادة المقاومة أن تكون المعركة القادمة في ظروفها وفي معطياتها التي ترغبها وهي في حالة الدفاع والتصعيد والذهاب الإسرائيلي إلى المجهول سوف يجعل حالة الدفاع قائمة ويعطي المشروعية اللازمة للذهاب في هذه المواجهة وبالتالي نحن الآن إذن في مرحلة عد النقاط كلما استهدفوا كادرا في بنية المقاومة سوف تستهدف قاعدة موقع قيادة منشأة حيوية استراتيجية ذات طابع عسكري يتسع المدى الجغرافي تزداد نوعية الأسلحة المستخدمة درجة وبالتالي هل يستطيع الإسرائيلي المجارات في هذا الصعود على سلم المواجهة سلم التصعيد هذا قد يذهب بنا إلى الحرب لكن في وضع تكون المقاومة صاحبة يد عليا بكل الأحوال نحن أمام تطورات تؤكد مأزق الكيان بالمناسبة ختاما للذين تفلسفوا حول ما تكون به المقاومة جماعة العوامين أنه عم تضرب عوامين طيب وبيطلع معهم طبعا أنه قاعدة ميرون هي كمان مجموعة عوامين يعني هي قبب وأعمدة طيب إذا هذه لا تؤلم وإذا هذه ليست كما سماها مواقع حساسة لماذا الانتقام والغضب والاستشراس في القول أننا ننتقم للاستهداف اليوم صفض والرد على صفض باغتيال آخر لو لم تكن الضربة مؤلمة لماذا يرد عليها الإسرائيلي هل هو يملك ترف الرد على الضربات تحت شعار أنه يعني يرد على المبدأ وليس على التفصيل هل هو في هذا الوضع أم هو رغبته الأصلية عدم التصعيد لكنه مجبر أمام حجم الضربات وآذاها وآلامها وعجزه عن تحملها يعني حقيقة الواحد بيأسف أن يكون على الساحة العربية خصوصا على الساحة اللبنانية مضطر أن يقدم يعني مرافعة دفاعية عن المقاومة وعن ما تمثل وما تفعل وعظمت الذي تقوم به وعظمت تضحياتها وشهدائها لكن لا حول ولا قوة إلا بلا بلادنا يعني بالألفين وستة كانوا عم بيجهزون لنا زنازين برومي على أساس أن الحرب ستنتهي بهزيمة المقاومة وأن أمثال من الذين قاتلوا دفاعا عنها ووقفوا بكل ثقلهم إلى جانبها وجيشوا الرأي العام للالتفاف حولها يعني بدون يراعونا وما رح يبعطونا عقوان تانمو مثل ما وصلني وقتا بالألفين وستة وأنه خلص رومي مش حنبعتك على جوان تانمو هو اللي يفكر بهذه الطريقة من يفكر بهذه الطريقة يؤلم في الحقيقة لأنه لا يمثل رأي عام يعني ما بيخوف لكن أنه أنت ببلادك عندك ناس تفكر بهذه الطريقة فيما عندك هذه المقاومة العظيمة الجبارة التي غيرت معادلات الإقليم والمنطقة وهذا يصح على فلسطين وعلى اليمن وعلى العراق وعلى سوريا والمتنمرون حزب متكامل يساندوا لكن نحن نتقدم والمقاومة تحقق الإنجازات والمقاومة تبلغ لحظات متقدمة في تثبيت انتصاراتها من فلسطين إلى اليمن إلى العراق إلى لبنان لا تخشى التدحرج والانزلاق إلى الحرب الكبرى لكنها واثقة من أنها في كل خطوة تخطوها سوف تحقق المزيد من الأهداف وسوف تجعل العدو عاجز عن تعويض الخسارة التي تلحق به بشريا وتقنيا ولوجستيا وقدرة على اتخاذ القرار الحربي وقدرة على امساك سمام المبادرة في الحرب سلام القدس لكم وعليكم دائما وعليكم وعليكم وعليكم